و اخيرا سنبدأ مع السلطة رمضان و بدأت معكم بهذه المعسلة السهلة و سريعة حيث تعرفكم مع زيش عليكم الوصفات التي تكون فيها تمارا فتبعوا معي الطريقة و لا تنسوا ان يشمل لايكاتكم و تشجيعاتكم و لا تنسوا ان نضموا الحساب عنوال الحدقة لكي تبقوا دائما توصلوا بجديد الوصفات والشيوات التي كان شاركا معكم و نبدأوا على بركتي الله اول حاجة بدأت بها خديت اللوز اللي كانت تحن فيها شواغ لا تطحنوه حتى كي و اللي غبرة كي بقى شوية هكا مهرمش بنسبة اللوز ديلي حمرته في الفران حتى جيت نصف كيلو و خليته بالقشور ديالو بنسبة لكم كاتستعملوا اما اللوز او الكوكاو على حسب المتوفر انا ما كانش عندي كوكاو كان عندي غير هاد نصف كيلو دياللوز فستعملته كنضيف لي كيس ديال السكار بالنكا ديال الزهر نصف معلقة صغيرة ديال القرفة مطحونة معلقة كبيرة مملو اجيدا ديال زبدة اللي دوبتها و معلقة كبيرة مملو اجيدا ديال لعسل غير ديال شباكية راني شاركتو معكم من قبل غدي تلقوا الوصفة ديال لعسل ديال شباكية في الحساب ديالي سافي غدي نمزج هاد مكونات هادو مزيان 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 كتحصلو على واحد الحشوة اللي معلقة باش هكا كتبقى تابتة وسط من المعسلة ديالنا وما كتفرتج سافي من بعد كندوز كناخد الورقة ديالفيلو كنحاول انني ناخد نصف الكيمياء كنفرش هي اللولة في اللاطة اللي غديدخل فران عندي هاد اللاطة هادي القياس ديالها سبعة وثلاثين سانتيم على ثنين وثلاثين سانتيم سافي كندير غير عيني ميزاني كناخد نصف الكيمياء ديالورقة ديالفيلو وكنحاول انني انستفها مزيان في اللاطة وكنجيب هاديك الحشوة كنفرغها وكنحاول نوزعها وفي نفس الوقت كنضغط عليها مزيان مزيان باش كتتماسك مع بعضياتها وكيف قلت لكم ما كتبداش يعني كتفرتج وسط من المعسلة ديالنا سافي كيف ما كتشوفوا معاي كنضغط عليها مزيان مزيان ومن بعد كنغطيها بالكيمياء اللي بقات لي ديالورقة ديالفيلو كنحاول اني نقدها وكنجيب واحد سيكين وكنحيد هادوك الجوانب اللي عندي زيدين باش هكا كاتقدليها الشكل ديالصينيا ديال المعسلة ديالي أو ديال البقلاوة ديالي سوف نجيب واحد الميسطرة و دائما سيكون حاد باش هكا تقطع لنا المعسلة دينا بكل سهولة و نبدأ نقطع بها الشكل هذا إما كتديروا عنكم ميزانكم أو لا كتديروا ميسطرة و من الأحسن أنكم تديروا واحد الميسطرة باش هكا كيجيكم الشكل ديالهم كاملين مقعدين سوف نبدأ نقطع بشكل معاكس باش كنحصل على شكل ديال المربعات من بعد قد نستمر حتى نسعي كمية اللي عندي كاملة في هاد الأثناء كان كنكون ديرا ميا وخمسة و عشرين جرام ديال الزبدة أنا استعملت في هاد المعسلة هادي كاملة الزبدة ديال البواطة أو لا تقدروا تستعملوا زبدة حيوانية كان كنكون ديرا هكيف ما كتشوفوا معي كدوب حتى كدوب لديك الزبدة مزيان و كانسقي بها الصينية ديال البقلاوة ديالي بهذا الشكل هذا تحاولوا انكم تقيسوا ديك الصينية كاملة بها ديك الزبدة وتسقيوها مزيان باشها كاملة مقرمشة و كاملة مورقة و زبنة يعني مشي بلاسة تتكبو فيها كمية كبيرة ديك الزبدة و بلاسة تخليوها ناشفة صافي كندخلها الفران على مية وستين درجة يعني النار كتكون مهيلة بحليلة بغطفة باش هذك الورقة دليفيلو كدخلها الطياب من الداخل كتتقرمش على خاطر خاطرها و كتجي زبنة كنخرجوها سخونة كنسقيها بالعسل كيف كنت لكم استخدمت غير العسل ديك الشباكي راني شاركت معاكم الوصفة في الفيديوهات السابقة غد لقاوها في الحساب ديالي كنسقيها مزيان كنزينها بشوية ديالوز ايفيلو بشوية ديال الورد و كنقدمها بالنسبة لبقلاوة تكون باقي سخونة و العسلته هو سخنته باش هكا تشربو و كيتوزع لنا بكل سهولة هذا هو الشكل ديالك تجي ما شاء الله لديدة بزاف مقرمشة و رائعة و الاهم انها كتوجد بسرعة بس اشجاعتكم و ما تنسوش نضمو الحساب عنوال حدقة باش دائما توصلو بجديد الوصفات و الشيوات لك انشاركها معاكم و الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله